ويكون في علم الاعزة لا يتبادر الى ذهنها السنة والله السنة اهتموا احنا ما اهتمنا ابدا هم ايضا ذهبوا في منهج اخر في قبول الرواية ولا يقبلون بنظرية العرض على الكتاب اصلا يقولون هاي روايات الخوارج ملا يكون في علمك الحمدلله احنا هذه هذه وجهة نظر ما موجودة عدنا اما هاي الوجهة نظر عدن موجودة وهي اساسا انت في ثقافة ما موجود العرض الا في الاواخر بدأ بعضهم يتكلم وإلى هاي نظرية العرض على الكتاب ترى موجودة عدنا من مختصات ماذا وهذه من امتيازات مدرسة اهل البيت وهو العرض على ماذا وإلى الموافقات للشاطب يراحوا يراجعون يقول هاي روايات الخوارج لانه كان يقولون كتاب الله كتاب الله فوضعوا روايات شنو العرض على الكتاب اذا اعزائي المنهج هو هذا وهو القرآن 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 وليكن في علمكم ترى في اعتقادي ان هذا المنهج انا اعتقده منهج القدماء ولذا اعلام القدماء اولا كان يكتبون في التفسير اعزائي هذه امامكم قرأنا العبارة وقلنا بعد ذلك سنأتي اليها تفتول يا عزائي هذا الطوشي في اول التهذيب صفحة ثلاثة بعد ان قال انه راح ادخل الى بحث الاستدلال قال واذكر مسألة مسألة فاستدل عليها اما من ظاهر القرآن اذا ابتداء برواية تحف العقول لو ابتداء اوفو بالعقود في باب التجارة او في باب المكاسب المحرمة شي يقول الشيخ الطوسي ها تجارة عن تراظ منك ابدأ ثم وين ادخل في بحث المكاسب اما الان ثقافتنا من اين نبدأ من اين نبدأ رواية تحف المقول نادرا تجد انه يريد يبدأ ابحاث المكاسب يبدأها بماذا بالايات القرآنية ليؤصل حتى يرجع الى ماذا الى الابحاث التفصيلية وين الاسنا قلنا مرارا ان كل بيانات الاعمة تفصيل ما اجمل اين الاس هذا هو المبنى المبنى ما هو ان كل ما ورد عن امة اهل البيت هو التفصيل ما اجمل بيانه اين في القرآن قال اقيموا الصلاة وما بيانوا الصلاة لابدنا اتي لمن نقول يا رسول الله كيف نصلي كيف نصوك كيف نحج الى اخرين جاي تجد الى اكترانوا في القرآن